السلام عليكم يعني في بعجالة قد نقول بعض الأخبار بعجالة يعني بغينا نشوفه بعض الصريحات نتعك سافي ماذا قالك سافي يعني في دروح تقييم الفريق دياله قال يعني أول حاجة سوف نتحسن هذه الكلمة ديما كيقولها كسافي سوف نتحسن سوف نتحسن إمتى نتحسن منه الله أعلم قال لك سيد كسافي بأننا نهدر الكثير من الفرص أمام المرمى بون فهذه المقابلات الأخيرة والثلاثات فعلا كانت هناك فرص كثيرة وبعد الإحصائية نتعاد الأوروبي قالت بأنه أكتر فريق يعني خلقا للفرص هي برسلون يعني وكان بعض المقابلات ما يخلقت ولا فرصة ما شفنا لما تشتع سوف سيداد شفنا لما تشتع على فيس يعني كانت الفرص جد نادرة المهم في الإجمال البرسلون يعني يعتبر من أحسن الفروق التي تخلق فرص أمام المرمى ولكن بغرابة شديدة المهاجمين الميتين في برسلون نقولها بكل صراحة ليفاندوفسكي رافينيا طوريس يامين يامال هذا النوعي أنت اللاعب الميتين كي يهدروا واحد المجموعة كبيرة من الفرص وهذا شيء اللي قالوا كصافي نزيده نقوله قلة الفاعلية أمام المرمى يعني هو يقولها بصراحة عبارة بأنه هجوم ميت ضعيف جدا 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 والإحصائية تؤكد ذلك كان نغلبه بأنزير في أغلب المقابلات نغلبه بفرق هدف إذا أغلبنا إذا أغلبنا هذا في حالة إذا أغلبنا يعني وثاني كصافي نتاق الدفاع قالك ودفاعات نتاق الخصوم يعني كتلعب معنا بواحد الشراسة واحد القوة واحد وكي يشوف كيتساءل كصافي كي يقول لك علش الدفاع ديالي رخو لهذه الدراشة يعني كما قال هو قال كل التركيز اللاعبين قالك أخطاء في التمريرات أخطاء في التمركوس أخطاء يعني هذي الأخطاء وهذه القلة وهذه هذا العمل ديال من فعلا هذا العمل مدرب خصي يكون مدرب هو اللي يقوم بهذه الأعمال هذي في باشي حسن الفريق دياله ولكن كصافي يعني يهمل هذه المسائل وبدأك ينتقد اللاعبين دياله فهذه الانتقادات متع اللاعبين وهذه يعني كتخلق واحد بالبالة واحد الفوضى وقع واحد انقسام في يعني في غرفة خلع الملابس كان بعض النجوم التي تطالب برأس كصافي هذه مسألة سننهضروا فيها بواحد الموضوع آخر يرى بعض النجوم تطالب بإيقالة كصافي والبعض الآخر بغي كصافي يبقى لماذا يعطيهم فرصة اللاعب لأنه لو جاء مدرب آخر ما غير يلابه هذه مسألة سننهضروا فيها فيما بعد بعض تصريحات لدراء كصافي بعض تصريحات وكما كان نقول فيها الشيء الواقع قال بعد صراحة من تقول انتقل التركيز اللاعبين لا يركزوه من تقول لك هدرو فرص سهلة أمام رماء عنده صح واشغادي سننهضروا يدخل لعبي مركين البانز يعني هو أعطاك ناقص ولكن أعطاك قال انت كلاعب يعني يجب أن تكمل من عندك وارك لعبي يعني محترف لست بلاعب هاوي يعني اللاعبين كانت تحملوا واحد مسؤولية كبيرة يعني مهم باش من كتروش ومن عاودوش ومن تمشو قال قصافي بدأ يخاف من بعض النجوم أعطاهم مثال علش انت ديما تلعب ليفاندوفسكي با هذي يقول لك بعض بأنه معدناش تسع أخر أخويا البرصم بكريك تلعب بالفوناف يعني بالهداف الوهمي يعني بتسع الوهمي ماشي بالضرورة أنه برصونا تلعب بالناف ماشي بالضرورة وشفنا في الحقبان تأكوارديولا ما كانش عندنا الناف شرينا شرينا إبراهيموفيتش وصفتنا في عام واللول دافيد فيا ما كانش أنفري ناف سميو لإيطو بعض الحالات كان يلعب بقى يلعب بالناف ولكن عاودوا اللي فيديو نتع سميو لإيطو حييد ليفا لعب بلا ليفا ريال مادريد عندها تسعة بلليم شاب نزيما ما عندهم ناف برلينجا ماشي تسعة ما غادش نهضرو في الرياء خلي أنا كنعطي غيبات تسع أولاد غيباش الناس تعرف في رحنا غادين المهم دابكسافي يخاف بعض اللائبين خصو يلعبهم بالسيف نعطيك ميتلع لأ بعض اللائبين ليفاندوفسكي ضرور ويخصو يلعب في وسط الدفاع لأنه كوندي ناط تمرد على النادي آه يلعبانا في وسط الدفاع يمشي يمشي في حالي دبقى أرى وخوتا هو تمردتا أرى وخي يقول أخوة أنا حيحت وكتطوب في وسط الدفاع تردنيني في ضاير أيمن باش تردي كوندي التانا ما نلعبش ضاير أيمن وقالها بصالح العبار قال ما نمتحش أنا في ضاير أيمن وعندو الصح يعني هات تمردات أنت على اللاعبين وكسافي ساكت تساؤل هذا تخليه والجمهور يجاوبنا عليها تشافي ولا يخافي بدل ليفا والله ولا يخافي خرجوا ليفا من يكون في المستوى دي لقصو يلعبه ما يكونش في المستوى لقصو يلعبه مهم مهم بغا كسافي يردقاء اللاعبين لهذا كسافي قلنا بأنه الإشكال يعني الإشكال اللي كان في تشكيله دي الكسافي يعليش ما كان إش تشكيله سطابل لأنه يريد إرضاء جميع اللاعبين خصص كل مرة يدخل واحد يلعب بحل لير دير واحد المجموعة بحل لير عند دير واحد جمعية جمعية خصص كل نهار يدخل واحد كل مرة يدخل واحد كل مرة يدخل ترضي اللاعبين وتخرج على كلوب كامل يعني هذي الحلقة تساؤلات بكل صراح قال لك بان قال لك صافي ولا كينتقد الحكام بزاق فعلا هدرا كنجاوب واحد واحد للأصدقاء يعني أصدقاء رغب باشت تكونوا واضحين معايا وكذا وهاد يرى بعض الأصدقاء يعني كيتساؤلوا كيتساؤلوا في تيك توك يعني وفي كل موقع التواصل الاجتماعي كيتساؤلوا يقول لك يا أخي ماذا يقع ماذا يقع فباش نرضي الجامعة نحاول نجاوب مع بعض التساؤلات بون من التساؤلات قال لي واحد السيد كصافي ولا كينتقد الحكام كصافي مرمش ماش يغي ينتقد الحكام وفي كل ما يدي صفرق وفي كل ما تصطف تكنيك يدي صفرق وفي كل ما يدفز على المدربين ولا كل شي يعني كصافي ولا الانتقاد هو ما يكون عندك عجز كنت عجز تصل لواحد مسألة كنت بدأ تنتقد كما كنقول نبدأ رجال كنت بدأ تشد في أي واحد لأنه ما في الدكش كل صراحة آخر تصريح نتع كصافي سعداء بالنقطة اللي دينها مع فالنس هدرا نوضت واحد الموجة داخل يعني أروقة وداخل وداخل الإدارة وداخل يعني كل شي ها بغير بغير نكون واضح هنا إخوان ها رمج موعة انت على الناس في تيك توك ترسل رسائل تقول لك يا ودي راني بغيت نجاوب على الناس وحاول أن أجيب على التسائل كلها فلهذا عدرون اللي جاوبت وجاوبت ولي ما جاوبت عدرون راكيم الزاف الخطاب جماهيري يعني متصريحات كسافي بعد مرة بدي تصريحات غدية ليلة ها الله وصافي أبدأ كي زروط بعد مرة في الهضرة سوء عداء بالنقطة لماذا ندرى مهربين عليك دي بوان تقول لي ساعد النقطة ما لدي مشكل يعني حتى لاب بورتا تنير فعلى كسافي هذه المرة خصوصا في المشتعة أون تويرب لاب بورتا كي تتبع على المنطقة يعني الأموال لكي يسلك النادي وعمك كسافي داخل بتشكيلة يعني قلع منها ليفاندوفسكي دي يونج غوندوغان وخوجة داخل تضار فيها لاب بورتا ووالردون في تشكيلة بعض الناس قلقوا يدخل في العمل تعكسر يا أخي أنا كنقلب على أموال والفوز في الشمبيونز ليك يعطني في كل فوز يعطني جوج فاصلة 8 مليون أورو جوج مقابلات شاختر وانتويرب ضيعتني في 5.6 مليون أورو وأنا ذا بوليت كان بحث على ماتشات أميكال باش لعبهم في الولايات المتحدة الأمريكية دي راجعين تعضل باش نضي خمسات المليون أورو علاش تضي يعني حتى لا بورتا ولا يديقوتي أو الكسافي لا كورة لا فلوس لا ما معك انتوال وقع دينغ في الخسارة في الخسارة يعني المسائل هدو يعصبوا بعض المرات بون قال لك وقع خلاف تنبابين كسافي وديكو شوف خلافات كدير خلاف مع الصحافة خلاف مع الجماهير خلاف مع ديكو خلاف مع لابورتا خلاف مع اللاعبين خلاف وقع خلاف مع ديكو في غرفة الملابس لأن ديكو يرى بأن وقت كسافي انتهى في برسالون وديكو بروبوز يعني بعض المدربين منهم ماركيز ماركيز بغير يجيبوه يعني كبادل مؤقت فديكورة واضع بعض البودالة فهذه هذه الإدارة تتاجه يعني غدت احتى واحد فرصة أخيرة لكسافي داب بدأت الإدارة تتقلب سيريوس على مدري بادل على المدى المتوسط يدباني بماركيز إذا وقعت شي حاجة أبري غد يشوف مدري يعني غدري هذا الفيديو هذا هنا لأنه كثرة الكلم كان عندي بزاف ما يتقال الفيديو قليل في عشرة دقائق كمنا العشرة دقائق دينا فليهذا سنريد الفيديو ونزيد دوزين بارتي انتح هذا الفيديو وشكرا